المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام من إدارة الشرطة العربية والدولية انتربول عمان قامت خلال هذا الأسبوع باستعادة ثلاثة مطلوبين لسلطاتنا القضائية تم القبض عليهم من قبل الانتربول في المملكة العربية السعودية تنفيذا لاتفاقية تسليم المجرمين والمطلوبين بين دولتين الشقيقتين وأضح المركز الإعلامي أن المطلوبين مسجلة بحقهم قضايا تزوير واحتيال وإصدار شكات بدون رصيد بالإضافة إلى عدد من طلبات المحاكم التنفيذية وأضاف أن المطلوبين كانوا غادروا باتجاه المملكة العربية السعودية حيث تم التعميم عليهم من قبل إدارة الشرطة العربية والدولية بموجب قرار قضائي كما تم إصدار نشرات حمراء وإذاعات بحث بحقهم ضمن نظام الانتربول الدولي والأمانة العامة لمجلس وزراء الدخلية العرب وتم تحديد موقعهم في السعودية وعلى إثر ذلك جرى التنصيق والمتابعة مع مكتب الانتربول هناك حيث تم القبض عليهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة